بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي الآن مع الفصل الأخير السياسة المالية والسياسة النقدية بداية السياسة النقدية هي تلك السياسة ذات العلاقة بالنقود والجهاز المصرفي يعني إلاها علاقة بالنقود وعرض النقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر في عرض النقود لإيجاد التوسع في حجم القوة الشرائية والإقلال من حجم تلك القوة الشرائية عرض النقود المقصود إبو كل النقود الموجودة في التداول والتي يمكن بوسطتها إجراء المبادلات التجارية كل النقود ويتضح من ذلك أن كمية النقود المعدة للإنفاق وتسوية المبادلات التجارية تتكون من يعني النقود تتكون من النقود الرئيسية في الدولة وهي تنقسم إلى العملة الرئيسية والعملة المساعدة كالقطع المعدنية وأيضا غير نقود العملة أيضا النقود المصرفية النقود المصرفية أيضا تعتبر من النقود مثل الشكات النقود المصرفية هي الودائع تحت الطلب لدى البنوكة التجارية والحقيقة أن عرض النقود لا يتوقف على كمية النقود المتداولة أو المتاحة للتداول فقط يعني مش النقود المتداولة والمتاحة للتداول فقط هي تعتبر عرض النقود مش كمية النقود المتداولة فقط أو المتاحة للتداول بل يعتمد أيضا على سرعة تداول هذه النقود أو سرعة دورانها الذي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية وسرعة دوران النقود باعتمد على طريقة استلام الدخل إذا استلام الدخل شهريا أو يوميا إذا يوميا بيكون سرعة دوران أسرع عادات السداد إذا دفع واحدة أو بالتقصيد إذا دفع واحدة بيكون سرعة دورانها أسرع توزيع الدخل بين طبقات المجتمع إذا كان هناك تكافؤ أو تقريبا توازن بين توزيع الدخل بيكون سرعة دوران النقود أسرع ظروف الاقتصادية السائدة رواج أو كساد انتشار العادات المصرفية واستقرارها تفضيل السيولة أهمية الاحتياطات النقدية لدى الشركات كل هذه سرعة دوران النقود توقف عليها السياسة المالية السياسة المالية جماعة بتتعلق بالحكومة بسياسة الحكومة إذا السياسة المالية هي استخدام الإرادات العامة والنفقات العامة والدين العام لتحقيق التوازن بين جانبي الميزانية العامة للدولة ولتحقيق مستويات عالية من الإنتاج الكلي والحيلولة دون حدوث التدخم الاقتصادي مجالات السياسة المالية يعني مجالات عمل الحكومة يعني الفئي للحكومة سياسة الأجور سياسة فرض الضرائب سياسة التوازن الموازنة سياسة تمويل العجز سياسة تمويل العجز تعني أن يزيد الانفاق الحكومي عن الإرادات المتوقعة وإحداث عجز في الميزانية وإذا ما طبقت الدولة هذه السياسة التوسعية فإنها تمول المهم وظائف السياسة النقدية في وظائف السياسة النقدية في مجالات السياسة النقدية يعني السياسة النقدية لها مجالات عمل البنك المركزي يعني له مجالات محاولة الوصول إلى التوظيف الكامل والعمالة الكاملة زيادة الدخل للقوم الحقيقي عن طريق تحقيق النمو الاقتصادي إحكام الرقابة على التدخم استقرار المستوى العام للأسعار استقرار مستوى الأجور المحافظة على القوة الشرائية للنقود وعلى قيمتها الخارجية عن طريق حماية الرسيد الذهبي والأرصد القابلة للتحويل هذا وإلى اللقاء ويعطيك العافية